ضمن المساعي المبذولة لتمكين المرأة في المجالات كافة ينعقد المؤتمر الصحفي لمعرض الأبد هو الآن في نسخته الرابعة في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة عدد كبير من الفنانات من مختلف دول العالم لتعرض كل فنانة ثقافة بلادها وتبادلها مع الدول الأخرى النسخة زي مهمة بالنسبة لي لأن في فنانين من أماكن مختلفة منهم أول مرة عندنا مشاركة من الهند ومن كوريا فإحنا مبسوطين أن في كل سنة الفنانين بيزيدوا في أماكن مختلفة في العالم الفنانة الهندية فنانة مهمة قوي عندنا فنانة من اليونان مهمة برضو هي فنانة يونانية إنجليزية عندنا حاجة جديدة السنة دي عندنا اتنين AI project منهم فنانة سعودية فدي حاجة برضو جديدة أول مرة نعملها خلال المؤتمر تم الإعلان عن مشاركات جدد في هذه الدورة تعرض كل واحدة منهن فنها الخاص بطريقة مختلفة لنقل المشكلات التي يعانونها من جهة ومن جهة أخرى يظهرن مواهبهن للعالم عندنا طبعا فنانين بالأساس عاملين أعمال يعني كبيرة جدا متنشر فنان وجنسيات مختلفة أول سنة معنا جنسيات من أسيا يعني الهند وشمال كوريا فعندنا تنوع كبير السنة دي حتى مشاركة النساء كبيرة عندنا خمس فنانات من إيطاليا ومليونان من الهند من السعودية يعني في مشاركات مختلفة يعمل معرض الأبد هو الآن على دمج الحضارة المصرية بالفن المعاصر من خلال اللوحات والأعمال الفنية التي يقدمونها الفنانات من الدول كافة كما يعمل على تمكين المرأة في مجال الثقافة انطلق المؤتمر الصحفي لمعرض الأبد هو الآن في نسخته الرابعة يعكس ماذا تمكين المرأة وتأثيرها حول العالم لكونها تعمل على إظهار ثقافتها وتبادلها مع الدول الأخرى عن طريق الفن مريم سعيد اليوم القاهرة